هل تنفع التربية الجيدة في مجتمع أجنبي بعيد عن قيمنا طبعا طبعا يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يربيه في مكة المكرمة هو مكة شنو فيها يعني مكة شنو فيها لا نظام سياسي إسلامي لا نظام اقتصادي إسلامي لا نظام اجتماعي إسلامي لا نظام تربة ما فيه ومع هذا استمر في التربية 13 سنة نموذج مكة هو نموذج صارخ للنظام البعيد جدا عن الإسلام نموذج المدينة المنورة هو النموذج المثالي للتربية الإسلامية فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاننا نموذجين أبيض أسود أعطاننا أقصى اليمين وأقصى اليسار في مكة وفي المدينة ليش؟ علشان يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنتوا نشأتوا في أي مجتمع في مجتمع خليجي في مجتمع عربي في مجتمع في أفريقيا في أمريكا وكندا في أوروبا في استراليا في الصين في أي مجتمع رح تلقون أن المجتمعات في العالم كلها بين الأبيض والأسود بين الأبيض والأسود فكون النبي صلى الله عليه وسلم نجح في الأبيض ونجح في الأسود معناته أي لوم من الألوان أنتوا بين الأبيض والأسود رح تنجحون ما في مشكلة وهذه ميزة القيم والأخلاق الإسلامية موسيقى